كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن تمني بمنزلة هارون من موسى وبين أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه هذه قلنا أن الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفضيلة العامة فأبو بكر عنده فضائل أكثر من ما عند علي علي أفضل من أبي بكر من هذه الناحية حقا لكن أبو بكر أفضل منه من نواحي كثيرة والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة هذه قاعدة مثل من يأتي في آخر الزمان ويتمسك بالدين يكون له أجر خمسين من الصحابة هل معنى هذا أن يكون أفضل من الصحابة؟ لا لكنه أفضل منهم في هذه المسألة فقط وهي صبره على التمسك بالدين مع الغربة فهو أفضل من الصحابة في هذه المسألة لكن الصحابة أفضل منه في مسائل كثيرة نعم ترجمة نانسي قنقر